موسيقى 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 وعشان كده ممكن فشلت تجاريا ولكن نجحت في كل المهرجانات أريد أن تكريمنا على التكريمات التكريمات نحن تكرمته المخرج العظيم سعيد مرزوق وكرمته الفنان القضير نور الشريف دي كانت طبعا حاجة جميلة جدا بالمركز هم كانوا مفروض صراحة تكريم الشخصين الجمال جدا في افتتاح المهرجان ولكن ظروف مرضهم أجلناها للختام وكان استثناء لهم لأنه بالفعل استحقوا كل تكريم وبنتمنى لهم مع هذا تكريم الشفاء والصحة من ربنا أنا عارفة أن بكرة عندك مهرجان الأفلام القصيرة التي تكلمنا عنها أول مرة المركز يقيم بالاشتراك مع قناة ساتيبن والسينودوس الإنجلي مهرجان الأفلام القصيرة وكانت الفكرة ما ترحت علينا شجعناها لأن عندنا شباب موهوب وده اللي شفناه من الأفلام الشاركة إزاي إحنا عندنا شباب يمكن مدفون محدش بشجعه فإحنا قلنا هنشجعه لدرجة أن أول مرة المركز ما بيديش جواز مالية ولكن اللي معنا مشتركين معنا هم رحابوا بإنه يدوا جواز مالية وإحنا قلناهم تحت عمركم وبالفعل هكون فيه إجازة مالية للأول والتاني والتالت نقدر نعرف أثاني أفلام المشاركة بكرة هم أفلام كتيرة جداً كانوا أربعين اللي عرضوا علينا والتمانية اللي هما فازوا ومن التمانية عرضناه على لجنة التحكيم برئاسة الدكتور فاروق الرشيدي وعضوية كل من الفنانة نادا بسيوني ومرنا وليد وكمال عبدالعزيز والأستاذ خيري البشلاوي فكان مجموعة جميلة جداً وبالفعل اللي أكثر ثلاث أفلام فازوا هم اللي هينالوا الجائزة غداً وهنعرض كل الأفلام اللي هما التسعة اللي كانوا نالوا الهدف اللي احنا هزينه وكان تحت عنوان جميل جداً حوار بلا أصوار نعزف أن الدورة دي مهداء للأب يوسف مظلوم لأنه 35 سنة كان رئيس المركز فلازم بعد انتقاله من هذا العالم نقدر نحنا نوفيره حاجة من اللي عمله ونحن نقدمها اليوم برسي جداً وشكرك جداً وافعالف مبرو شرفتونا شكراً